اشتركوا في القناة ونستخلص منها الفوائد والمواعظ والعبر والنبي صلى الله عليه وسلم مدرسة عليه الصلاة والسلام يستفيد منها المسلم ويتزود فيها المسلم من طاعة الله عز وجل ويقوي فيها ايمانه فمن اراد ان يتزود من طاعة الله عز وجل وان يقوي ايمانه فعليه بقراءة كتاب الله جل وعلا بتدبر وقراءة احاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم التي ذكرت سيرته عليه الصلاة والسلام وكذلك يقرأ في كتب السيرة فالسيرة أيها الإخوة لا تقرأ فقط للتفكه ولقضاء الأوقات وإن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تقرأ لكي يستخلص منها المسلم ما يستفيد منه ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة قد بنى مجتمعا كاملا النبي صلى الله عليه وسلم قد أسس دولة يعني اعتنى بأشد التفاصيل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا منهج حياه من سار عليه نجا وفاز بما عند الله عز وجل بل فاز بالدنيا قبل الآخرة النجاح والفلاح والفوز والتوفيق والسداد باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم من كان يريد الفلاح والخير والسداد والنجاح فعليه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واليسير على المنهج الذي وضعه عليه الصلاة والسلام نقول ذلك أيها الإخوة بعد ما ذكرنا في الحلقات الماضية الأسس التي قامت عليها الدولة الإسلامية والتي وضعها عليه الصلاة والسلام لكي تنظم المجتمع فلذلك ليست فقط السيرة ذكر القصص وذكر المواقف لا النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ من سيرته كيف نرتب أمورنا بل كيف نؤسس الدولة كما أسسها صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء والنبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنته صلى الله عليه وسلم من تمسك بها أو بهما لن يضل أبدا ولذلك الله عز وجل قال وإن تنازعتم في أمر فردوه إلى الله والرسول إن تنازعنا في أمر ينبغي علينا أن يكون مرجعنا الكتاب والسنة ذكرنا في الحلقة الماضية بعض البنود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيفة التي جعلت هي نظام الحياة بين المسلمين في المدينة فذكرنا أن أول هذه البنود أنه صلى الله عليه وسلم ما قال أنهم أمة واحدة من دون الناس يعني المسلمون من أهل مكة يعني المهاجرون والمدينة ومن لحق بهم من المسلمين أنهم أمة واحدة ليس هناك تفريق ليس هناك طائفية وليس هناك قبلية وليس هناك فئوية النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون المجتمع كالبنيان يشد بعضه بعضا فأي مجتمع يكون متوحدا متماسكا فإنه سيكون مجتمعا واحدا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حرص على قوة البناء وعلى قوة اللبنات في هذا البناء فإنه أكد عليه الصلاة والسلام على قوة الأسرة وعلى قوة العائلة وعلى قوة القبيلة أن تكون قوتها لقوة دين الله عز وجل وأن تكون متعاضدة متماسكة داخليا فيما بينهم لكي تتقوى الأمة الإسلامية فإن النبي صلى الله عليه وسلم في البند الثاني ذكر أن المهاجرين من قريش على رباعهم يتعاقلون بينهم وهم يفادون عانيهم وكذلك وكل طائفة أيضا من الأنصار على ربعهم يتعاقلون ويفادون عانيهم فلذلك أيضا حتى المجتمع والعائلة وهذه اللبنات الصغيرة ينبغي أن تكون متماسكة فإذا كانت الأسرة والعائلة متماسكة يعني قائمة بما أمر الله جل وعلا به وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن ذلك سيعود على المجتمع بالقوة والنصرة بعون الله عز وجل نكمل بعد الفاصل حياكم الله أخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات نعم أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على بناء المجتمع ككل وكذلك أيضا حريصا على حريص صلى الله عليه وسلم على أيضا تماسك الأسرة الواحدة والعائلة الواحدة كما جاء في البند الثاني أيضا في البند الثالث ذكر أن المؤمنون لا يتركون مفرحا يعني الرجل المثقل بالديون الذي أصابته مصائب الدنيا ينبغي عليهم أن يعطوه بالمعروف كما جاء في هذا البند لذلك المسلم أو المسلمون في مجتمعهم ينبغي أن يكون أو أن يستشعر بعضهم ببعض وأن يتلمس بعضهم حاجات بعض لذلك أي رجل من المسلمين تقع عليه مصيبة ينبغي عليهم أن يفزعوا له وأن يعينوه أيضا في البند الرابع ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أي أن الباغي والظالم ينبغي عليهم أن يأخذوا بيده ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال الصحابة رضي الله عنهم علمنا كيف ننصره مظلوم فكيف ننصره ظالما قال أن تأخذوا بيده في هذا البند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو كان ابن لأحدكم يعني لو كان هذا الظالم ابن أحدكم فإنكم تأخذون بيده وتردونه عن هذا الظلم أيضا جاء في البند الخامس أن ذمة الله واحدة يجير على المسلمين أدناهم هذا البند فيه بيان مكانة المسلم سواء كان كبيرا أو صغيرا عبدا أو حرا إذا أجار أحدا فإن المسلمون يدخل هذا الإنسان المجار في تحت ذمة المسلمين جميعا ويجيرونه المسلمين أيضا المؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس هذا بند مهم جدا أن المسلمين ينبغي عليهم الموالاة فيما بينهم والولاء أيها الإخوة من أعظم الأمور التي تقوي المجتمع وتربط المجتمع بعضه ببعض فالولاء بين المسلمين يجب أن يسود في المجتمع أن يكونوا على قلب رجل واحد أن يحبوا بعضهم بعض وأن يوالي بعضهم بعض وهذا يعني من أهم البنود أيضا من تبع المؤمنين هذا بند مهم من اليهود فإنه له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم يعني حتى من تبع المؤمنين من يهود فإن له النصرة وهذا لا شك يدلنا على أن ديننا دين رحمة وليس دين تعالي أو دين نبذ أو دين إرهاب بل أن حتى غير المسلم إذا دخل مع المؤمنين فيما بينهم فإن له النصرة كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من اغتبط مؤمنا قتلا عن بينه فإنه قود به يعني الذي يقتل من غير حق فإنه يقاد به ويقتل به حتى لو كان مؤمنا أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمورا كثيرة حتى ما ذكر من تلك البنود التعامل مع غير المسلمين من المشركين عبدة الأوثان وجعل هناك بنودا لهؤلاء المشركين فمن هذه البنود التي تكون على المشركين قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجير مشرك مالا لقريش يعني لا يجير مشرك مالا لقريش وكذلك قال لا تجار قريش ولا من نصرها يعني قال للمشركين الذين هم في المدينة لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمنين يعني هذا المشرك الذي في المدينة لا يأخذ أو لا يجير مشركا أو مالا لقريش وكذلك لا يجير نفسا لقريش وكذلك لا تجار قريش ولا من نصرها أيضا حتى من نصر قريشا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للمشركين في البند الثالث لقريش وحلفاؤهم حق الصلح إذا طلبوا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جعل هناك تنظيما إذا أراد أهل مكة من قريش أن يتصالحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للمشركين أن لأهل مكة إن أردتم أن تجيروهم أو أن تساعدوهم فإن لهم هم أن يأتوا ويبرموا الصلحة بيننا وبينهم كان ذلك كله أيها الإخوة دليل على تنظيم الحياة النبوية وتنظيم ما كان بين المسلمين بعضهم وبعض وكذلك بينهم وبين المشركين نأتي بالحلقة القادمة بعون الله عز وجل ونذكر الوثيقة بين المسلمين واليهود هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وباركة نبي محمد والحمد لله رب العالمين